مصر الفرعونية تاريخ مصر القديمة لو صح الكلام مجد الامبراطوريات بطل الابطال احمس هنتكلم مع ضفنا العزيز اللي ارحب بيه دائما وابدا دكتور الحسين عبد البصير رئيس متحف الاثار بمكتبة الاسكندرية اهلا بك دكتور عامل ايه كل تمام وحشتنا والله حضرتك اكتر والله رحت لقصر وجدت خليت بينا والله احمس احكي لي حدودة احمس هو احمس ده يعني احد الرموز الكبرى عندنا في مصر القديمة يعني فرعنا نفسهم بصولوا احد الاباء المؤسسين لمصر القديمة عندنا تلاتة مينة واحد القترين واحد اسمه منتحوطب اللي عمل الدولة الوسطى الدولة الوسطى وبعد كده احمس هو اللي عمل الدولة الحديثة وتلاقي التلاتة بيكتبوهم كده دايما على المعابد ويحطوهم بشكل بارز واحرف من نور معلمات حمر على اساس ان دول هما كانوا الاباء المؤسسين للوحدة زي ما بصين الوقت المتحدة الامريكية جورج واشنطن والناس العظام دول كذلك المصرين القدماء وده بيأكد المصرين القدماء كانوا عارفين تاريخ وعندهم حس بالتاريخ وعارفين تاريخهم ورمزهم عارفين معنى الخلود الانسانية اه طبعا ده شيء مهم جدا احمس طبعا هو مؤسس الاسرة الثمنتاشر عصر الامبراطورية في مصر وشرق الادنى القديم الدولة الحديثة من حوالي 1550 قبل ملاد السيد المسيح لحد 1525 هو حاكم حوالي 25 سنة ابوه مات كان عنده خمس سنين او سبع سنين عمه كاموس هو مش اخو ايضا مات بعد حكم ثلاث سنين او خمس سنين لا نفسه في مشهد يعني هو متعود عليه لما الاب يتقتل والعم كذلك يختفي من مشهد لعله قد استشهد والام هي اللي بتدفعه الملك ايحط بالأولى كي يأخذ بسقر ابيه مش ابوه بس ده سقر مصر ليه قلتلي لعله استشهد كاموس انا شفت الصورة بتاعت المومية بتاعته صورة فيه هنا هو لا هو ده ده سقن الراع ده سقن الراع اه ده اللي موجود في متحق انا لسه كنت في الحضارة مبارح وشفته فعلا وكل مرة بروح اشوفه اول مومية وحدك داخل ده من نهاية الاسرة السبعتاشر ايوه ده البطل الشهيد الملك سقن الراع اللي استشت طبعا واضح ان فيه ضربة ببلطة او فقس اه طبعا اه طبعا اه طبعا اه بالفقس الهكسوسية اه انا كانت معركة شريسة جدا وهو اول الشهداء واول شهيد في الحضارة المصرية الاب الملك سيكمن الراع طاعة التاني طيب هنكمل كلامنا على احمس فاحمس طبعا تولى الحكم في فترة يعني كان عمره حوالي عشر سنوات فيعد عمره مبكر جدا بس طبعا هو كان مع عمك احمس وكان مع شاف ابوه وامه زي موالت لحضرتك الملكة احمس يا حطب هو طبعا احد بقاء احمس عندنا ليه مشاهد طبعا عديدة من ضمن الملوك المهمين جدا وقام بدور محوري في القضاء على الاكسوس لكن الغريب ان احنا اصلا ما عندناش وثيقة من عهد احمس نفسه بتتكلم على ازاي حرر مصر من الاكسوس عندنا اتنين موظفين او اتنين قادة عسكرين كبار من كبار رجال الدولة واحد اسمه احمس ابن ابانة وده اسمه امه والتاني اسمه احمس ابن نخبت الاتنين دولهم مقبرتين فحتى اسمها الكاب في ادفو في اسوام في الصعيد كتبوا سيارة ذاتية بتاعتهم احمس ابن ابانة ده كان قائد عسكري بحري واحمس ابن نخبت كان قائد عسكري بري ده القسطول اه ده القوات البرية وده القوات البرية فطبعا يعني احمس الاول نجح ان هو يوحد كل الاسلحة بتاعتنا ان هو يزود من صول نقدر نقول من سيطرة القسطول المصري البحري ما كانش عندنا حرب يعني كانت بحرية بشكل كبير كان كل الاعتماد بتاع الجيش من مصر في هذه الفترة على المشاهد فمن خلال التوسع في الحرب عبر النيل وعبر البحر بدأنا نتوسع في افاق جديدة وده كان شيء مهم جدا في هذه الفترة طبعا اتعلم الهكسوس موضوع العجلات الحربية طور الاسلحة بتاعتنا بشكل كبير طبعا العجلات الحربية كانت سبب انتصار الجسوس علينا في هذه الفترة وهم حاكموا مصر حوالي 100 سنة من حوالي 1650 قبل ملاد سيد المسيح الى 1550 فكانوا وعدين في منطقة اواريس طبعا احنا عارفين المسيق من الرعا بدأ الحرب اللي هو القب وبعد كده كان مصوص لحد اواريس ليه دلوقتي تبقى ايه عند الشرقية منطقة اسمها تل الضبع موجودة في الشرقية في الحسنية فهو بدأ طبعا كاموس وصلنا لحد حدود الجيزة كده عند اطفيح وبدأ احمس بقى يصل الى اواريس او افاريس اللي هي العاصمة بتاعت الكسوس في الشرقية وبدأ يدفعهم الى الشمال لحد ما هربوا مصر وقعوا عسكروا في منطقة اسمها شروحين في الصحراء النقب بين غزة كده ورفح قعد ما حصلهم تلت سنين تلت سنين خبار ما حصل في هذه المنطقة طيب انا الحتة دي مهمة بالنسبة لي انا سأظن هروح لفاصل وعايز ارجع بعض الفاصل وهم برضو في الحتة دي اللي هي قاحلة جدا ادروا ازاي يصمودوا التلت سنين ومدى اللذين دول وادر ازاي احمس يقدر يوصل الامدادات لقواته حتى يستمر الحصار بمنتهى الصبر والجلد حتى يتم الكسح الهكسوس خارج الاراضي المصرية المقدسة انا اسمي دايما مصر ارض الاله خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام وعن احمس المؤسس ومؤسس او احد الاباء المؤسسين التلاتة مؤسس الدولة الحديثة نجدد ترحيب مرة تانية بدكتور الحسين عبد البصير رئيس مدحف الاسدار مكتبة اسكندرية جماعة الوكسوس دول قاعدوا متحاصلين 3 سنين في صحراء النقب زي ما حتى ذكرتلي تقريبا منطقة قاحلة لا زرعة فيها ولا ماء عاشوا ازاي ولاد الذين احمس ازاي ادري مند خطوط الامداد والتموين لجنوده وفيالقه في هذه الصحراء البعيدة هو طبعا احنا يعني بسيطرة على الاوريس او اوريس دي لعاصمة بتاعتهم خلاص الدلتة بقت تباعنا طيب قريب من الدلتة وسينة تباعنا طبعا رجعت لمصر في هذه الفترة ففي عندنا طريق طريق حرص الحارب اللي هو بيمتد من الساحل من اول انتارة شرق كده لحد ما يصل الرافح وجنوب فلسطين فده هي اللي احنا بنشتغل عليه بنوصل طول عمرنا في الدولة الحديثة وصل اكل وشربه لأي وكل او الجيش برضو يتحرك عليه وكل المعدات العسكرية بتاعتنا بتطلع لحد ما نحارب في الشام وحب يحصرهم هناك في هذا المكال انه عايز يأمن الحدود الشمالية وتعلمنا احنا استراتيجية جديدة او من احتلال الكسوس قاله وهي ان احنا ما بقيتش دفاعية لا بقيت توسعية الهجوم اطلع بره حدودة ايه تعمل حاجة اسمها بفر زون منتاع عزلة بحيث لو حصل اعتداء ما يقعش على الارض بتاعت يعني يقع على ارض مغيرة او مختلفة عن الارض بتاعت فبدأ انه نتوسع ووصل شمالا ودخل كمان الشام يعني هو بدأ كمان بعد الحصار بتاعهم وسقوط شروحين بعد ثلاث سنين انتهى الكسوس من التاريخ ومنعرفش عنهم حاجة بعد كده على الاطلاق خالص خالص اختفى ذكرهم الى الابد لكن هو التوصل الى وصل منطق جاهي اللي هي سوريا او زاهي اللي هي في الشام وبدأ يعني يدمر كل المدن اللي هي كانت بيتمدوهم وبتتحالف معهم بقية دول ما زي الحسيين ايام ريب ستاني الحسيين دول في الشمال دول نو لها تركيا لكن هما تركيا ولا سوريا الحسيين دول بقى لا الاطراق اناデول هما الاطراق هي الحسيين خاطي اوكي ماشي اصلا انا عيشت عمري كل الحسيين دول جايين من سوريا لا السوريين يعني كانوا جزء يعني تبع الامبراطورية المصرية بعد ما اسسنا الامبراطورية كان جزء من الإمبراطورية مملكة ميتاني والملوك المصريين تجوزوا كمان من بناتهم زي حطمس الرابع وحطمس ثلاثة وكذا حد ماشا نكمل في أحمس في أحمس بقى بعد ما حاصر هنا بدأ يتوسع شمالا طبعا وعارف أن الأمن القوم المصري ما بيبدأش بانتهاء سيناء لا ده بعد كده فلذلك كان لازم يتعمق شمالا لأنه بعد ما خلص شمال نزل جنوبا أيضا إلى النوبة وبدأ يتوسع فيه الجنوب ويدمر اللي هم الحكام الكوشيين اللي كانوا موليين الليكسوس دول اللي هم مملكة كوش آه كوش وهو في الجنوب آه طبعا وبدأت حدودنا تمتد جنوبا إلى الجهندل الثاني اللي عنده هذه حالفة لها الحدود المصرية الحالية فده كان شيء مهم جدا فده مفاكر استراتيجي لرؤية يتعمق جنوبا يحمي حدوده الجنوبية يتعمق شمال شرق يحمي حدودنا الشمالية ودائما سيناء هي البوابة الشرقية ودائما الغزوات عبر التاريخ بتجلنا من هذا المكان واحنا لنا أصلا يعني امتدادات منذ ما قبل الأسرات في منطقة جنوب فلسطين وكان عندنا مراكز إدارية ومراكز عسكرية في هذه الأماكن لأن ده العمق المصري بس احنا كان فيه فترة من الفترات جلنا كمان اعتداءات من ناحية الغربية يعني الليبيين وشعوب البحر بحر تحالفوا مع الليبيين ودخلوا مننا بس طبعا الرمال في حد ذاتها وبحر الليبيين ماذا علوش حد تتكلم على تاريخ صحيق يا جدعان اللي هو بحر الرمال العظيم ده يعد مانع طبيعي بيعوق أي تحركات بدليل أن جيش قنبيز نفسه ما غير هناك في هذا فهزير الرمال أو بحر الرمال العظيم وما ده الحد ذاتي لم يكتشف بعض فهي ده قصة لأن ده يعد حاجز طبيعي فهي بس المنطقة الساحلية من عندما تروحوا السلوم والحطة دي اللي ممكن يخشوا منها ورمسيس التاني عمل سلسلة من القلاع على الحدود بتاعتنا على الساحل اللي هو الساحل الشمالي كله عشان يحمي الشمال كله من أي اعتداءات تأتي سواء من الغربة أو من البحر ما تبقاش منها أي حاجة لا عندنا فيه أم الرخم وعندنا عدد كبير جدا من القلاع واسكندرية نفسها كانت قلعة أيضا بس طبعا قبل مدينة اسكندرية الموقع بتاع راكوتيز دا اسكندريكة راكودا كان فيها برضو رمسيس التاني عمل فيها قاعدة عسكرية أيضا كي تدافع عن شمال مصر وعندنا رمسيس الثلاثة برضو أو رمسيس الثالث ده اللي انتصر على الشهر ده مغبون الحق ده فعلا ده أعظم فراعين الأخارة يعني آخر ملك مصري قديم عظيم ده مغبون الحق طبعا عمل معبد مدينة هابو حاجة على أعلى مستوى بس طبعا تعرض في نهاية حياته المؤامرة والحريم وتقتل فدي كانت هي القصة لكن انتصر على شعوب البحر شعوب البحر دي كان حاجة عاملة زي اليكسوس زي التطار لو كانوا جم كانوا هيدمروا العالم كله وبعدين أصموا كما كانوا شوفوا عندهم انتماءات وطنية على الإطلاق مجموعة يعني تحسوا أنهم مرتزقة على قراصمة ضغط الفقر والحاجة والمجاعات والعوز والظروف الاقتصادية في المنطقة البحر متوسط جم ضغطوا على مصر ودخلوا لكن هو انتصر عليهم في المعركتين واحدة بحرية عند دلتا وواحدة برية وحتى مسور الكلام ده على معبد مدينة هابو والمعبد الشهير بتاعه في البر الغربي لمدينة لقصر طيب هرجع على أحمس طيب أحمس 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 آه أحمس طرد الهكسوس لحد ما وصل لسوريا وبعدين رجع بقى تاني وبدأ يعاقب الكوشيين على تحلوب في الجنوب ثم بدأ بقى خلاص الدنيا استقرت معاه وفيه استابلتي واستقرار فبدأ يبني مصر من جديد الله فتبنى الدولة الحديثة آه طبعا لأن طبعا لفترة الهكسوس كانت فترة انهيار تم طبعا فبدأ يؤسس الدولة يفتح المحاجر يبني معابد كبيرة للإله أمون يبدأ يعمل مراكز إدارية يبدأ يرجع حركة الدرايب الجمارك بدأ يدير الدولة بشكل إداري على أعلى مستوى فلذلك اعتبروه هو المؤسس للدولة الحديثة أحمس آه طبعا يعني راجل اشتغل خارج كويس اشتغل دخل كويس بدأ يعيد منظومة البلاد بعد المئة سنة اللي عادنا فيهم في فترة كيوس يعني من الفوضى والإهمال ورجع لابس بقى التاجين تاج المزدوج آه تاج موحد القطرين اللي هو تاج الشمال بتاع الدلتة وتاج الصعيد بتاع الجنوب وده شيء عظيم جدا وبعدين عمل جدته الملكة تيتي شيري يا السيدة العظيمة دي ولازم ما ننساش دور الملكات في هذه الفترة تيتي شيري الجدة صحيح وأمه ياحوط بالأولى ومرأة عمه كاموس ياحوط بالتانية ومرأته أحمس نفرتاري كان لهم دور عظيم جدا جدا في هذه الفترة ده بيؤكد على عظمة المرأة المصرية من هذا الزمن منذ هذا الزمن وقابل كده والست اللي هي أمه ياحوط بدي كانت تعد أول واحدة تقود فرقة عسكرية بدأت بعد موتابوت واللم الجنود يعني كانت ملكة محاربة آه ملكة محاربة ويساعدت كاموس أيضا في بداية حكمه وكذلك ابنها أحمس ولذلك بالله عندها فيها بلطة فيها أدوات عسكرية وجدت في المقبرة بتاعتها عندها كمان حاجة اسمها الزبابات الشجاعة دي كانوا بيدوها المصرين كانوت عسكري آه ناشين كده دي ميزتها الزبابة حدك عارف أنها زنانة آه فدي المصرين القدماء اختروا هذا الشكل بالذات على أساس أنه الإصرار آه الإصرار على التحدي والنجاح فحتى الراجل اللي هو أحمس بن إبانة ده قال إن كل ما كان يجيب أسير للملك أحمس آه عفوا يدي له آه آه زهب الشجاعة نظرة المصرين حتى للزباب مختلفة برضو فكرة الهيلوكوبتر جاءت منها في العصر الحديث آه طبع فهو يقول أحمس بن إبانة ده كوفي سبع مرات بزهب الشجاعة ده له خمس مرات فددين كذا مرة راح معاه في سوريا وحارب أحمس بن نخبت برضو راح معاه في سوريا وحارب وكلم برضو على الحروب بتاعته في الجنوب فدي سيرزة مهمة جدا إن هي أضافت يعني جزء إحنا ما قلناش عارفينه أخيرا سؤالي هو ليه مفيش حاجة وثقت من فترة أحمس من أحمس نفسه كل هذه الملاحم ليه؟ يعني ليه جات عن طريق اتنين من القادة؟ طبعا كانت فترة يعني نقدر نقول إن هي كانت أكتر مهتم بالحرب ومهتم بتطير البلاد وتوحيد البلاد مرة أخرى وبعين حط العاصمة في طيبة وده مهم جدا لأن طيبة برضو مكان محدش يقدر يوصله رمسيس تاني بقى كان أقالها للدلت على الرمسيس فلا ده مهم جدا عشان على ما حد يصل للصعيد مقدرش يسيطر عليها فكان مهتم هو بالبنية الداخلية للبلاد وتحرير البلاد وتأمين الحدود وتوسيع البلاد وحدودها والدفاع عنها وطبعا القضاء على كل المتعانم على الكسوس سواء في الشمال الشرقي أو في الجنوب لكن طبعا الموظفين دول هم اللي فدونا بهذه بس هو خلى العاصمة طيبة انحيازا أنه هو كان من مملكة الجنوب هو من طيبة أصلا هي طبعا طيبة من أول الدولة الوسطى من عهد من تحديد يعني في الدولة القديمة كان دامين يقولك أن يختار موقعا وسيطا في الأرض حتى يستطيع أن يتحكم في أركان الدولة لكن أحمس خلىها زي ما هي في طيبة هي طيبة طبعا من الدولة الوسطى موجودة في طيبة قبل كده كان عندنا الليشت جنب الفيون كده وجرزة وبعدين قبل كده طبعا منفف اللي هي تعالج الجيزة فلكن طيبة هي عاصمة عشان إله أمون هم حربوا تحت رأية الإله أمون صح وجابوا كل الأسلاب والغنائم لمعبد إله أمون حتى أصبحت دولة أمون دولة داخل الدولة لذلك إما جاء إخناتون دخل معهم في الصراع وبدأ سياسي أكتر منه ديني عشان يقضي على شوكة هذه الدولة دي حدوتة طيب موضوع إخناتون ده بالنسبة لي أصله كمان مبهر جدا مشوق جدا وكان كاتبنا العظيم وروائينا الرائع العظيم دائما باق طاهر السيس باق كان كاتب رواية كاملة على مسألة إخناتون وعلى مسألة ما فعل بكهنة آتون النور الشريف عملها مسرحية في الهناجر زمان أيوة ونجيب محفوظ كتب العقش في الحقيقة صح عن أخناتون سنة 85 دي كانت واحدة من الاربعين رواية اللي كانت مقرر يكتبها مع مصر أديما كتب تلاتة رودوبيس كفاح طيب بس لقدار في التلاتينات والاربعينات وبعد كده توقف حتى قال لرجان نقاش ماتوا بالسكتة بعد كده رجع بقى في التامينات عمل لنا عقش في الحقيقة وكتب بقى صوات متعددة بتعكس رؤية نجيب محفوظ والناس لأخناتون في هذه الفترة احنا أظن لازم في مرة من المرات نقعد نفرد مساحة واسعة جدا لأخناتون أنا من الناس اللي تختلف على مسألة أنه إخناتون هو أول من نادى بالتوحيد في مصر لأننا أظن المصريين بينادوا بالتوحيد من وقت ما كان في حاجة سمع مصر هو إله واحد لكن دول خلقهم من نفسه وتعهدهم برعايته دول مظاهر متعددة ليه يعني فيه كتاب طلب الإنجليزي اسمه زوان أنزماني الإله الواحد والمتعددون فهو دي الفكرة مفيش يعني فكرة يعني غير توحيدية لا فيه توحيد بس القصة أنه هم طبعا حداك مش تقدر توصل إلى إله أمون ففيه إله محلي عندك في البلد أو الممتقد بتاعتك تقدر تتقرب له فده قصة زي مثلا أولياء للصالحين أصحاب الكرمات ماشي هنرأى أسوة زبراين معيسك صاحب الكرام صاحب المقام أنا بشكورك جدا 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 لدكتور نورتنا وشرفتنا شكرا لدكتور نورتنا لدكتور نورتنا عبدالنبصير رئيس مدحف الأثار بمكتبة الأسكندرية مفيش فاصل وخلصت الحلقة وأنا كلي نهم وعندي حالة صعبة جدا من أن أنا عايز أعرف أكتر فمش عايز أختم بس هعمل إيه الوقت أزف ده أهمنا الوقت نقابلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات